معنا مباشرة من بيروت استشارية الأمراض المعضية والجرثومية دكتور جيلبير عالم دكتور جيلبير ربما تحدثنا دكتور حلو عفوا عن الجرعة الثالثة وعن الجرعة المعززة ولكن اليوم تأكيد هذه الدراسات تأكيد كبرى الشركات المنتجة للقاحات أهمية ذلك سيقي العالم عند بلوغ نسبة 50% من الجرعة الثالثة القضاء على كوفيد صباح الخير وشكرا على الاستضافة الكريبة مثل ما تفضلت وذكرت بالتقرير أنه اليوم المناعة بعد جرعتين من فايزر أو مودرة عم تخدم لحدية الستة أشهر للتسعة أشهر وعم بتخف مع الوقت هون أهمية وضرورة الجرعة المعززة أو البوستر أو الجرعة الثالثة لا إلا أنه نحن اليوم عم ناخد أرقام 50% و70% و80% من الأشخاص أخذوا جرعتين بس بدنا نخلي بفكرنا أنه فيه أكسم كبير منها الأشخاص صار لهم ستة شهور أو تسعة شهور قربوا على السنة على الجرعتين إذن ما بدنا نقول غير ملقحين لأ ملقحين إنما عندهم صار أجساب مضادة أضعف بكمية أقل ومنضيف لها المتحورات وبشكل خاص الدلتا يلي فعالية اللقاح ما عم تكون 90.95% بالدلتا عم تكون أقل من هنا أهمية الجرعة المعززة الجرعة المعززة ونسبة المناعة التي تصل إلى 95% أو 97% هل هذه الأرقام دقيقة وفق أيضا ربما الأبحاث المخبارية أم تأتي أيضا ونتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق خطة تسويقية للقاح ضد لقاح آخر؟ هلأ بتعرف اليوم الأرقام ما فيها تكون كتير دقيقة لأنه بدك أعداد أكبر بالدراسات وبدك فترة يعني بجوز تكون 95% إنما بدك تشوف أدارة حتدوم بالوقت إنما نحنا اللي منقوله وهذا منحب نطمن الجميع اليوم إذا ما كانت 95% كانت 60% أو 70% تكفي اليوم الأشخاص يلي ملقحين ونحنا عم نشوف أشخاص عم يصابوا بالسارس كوفيوتيوب بالفيروس وقاطي عليهم اللقاح 8 شهور و9 شهور عم بتكون الإصابة طفيفة وهيدا شيء كتير مهم يعني كيف إذا هو وإني ذاتهم جانت لهم جرعة ثالثة منقدر نجنبهم الإصابة وإذا ما قدرنا كانوا بدون من الخمسة أو العشر أو العشرين بالمئة من اللي يصابوا بتكون الإصابة طفيفة ما بيعوزوا دخول مستشفى ما بيعوزوا أكسجان ما بيعوزوا عينية فائقة ما بيعوزوا ريسبيراتور أو جهاز تنفس هذه هي الأهمية اللي بدأت تخليك توصل لبرأمان هنا نصر دكتور جيلبار إلى ما كانت أكدته أيضا إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأننا قد نصل مع النسب العالية من من تلقوا اللقاح إلى صفر وفات الرقم إذا منحكي بجرعة ثالثة منقدر نقرب لصفر وبتعرف بالطب اليوم الأبيض والأسود بمجال الطب مش موجود كتير فيه عندنا الرمادة إذا نحنا اليوم ما كنا صفر كنا قراب من الصفر وتحول الفيروس وإن شاء الله إذا ما إجاء فيلينس جديد أو متحورات جديدة لفيروس ما بيقتل أو ما بيدخل مستشفى نحنا منكون حققنا أول هدف والهدف الثاني أنه نقدر مع الوقت بالمناعة المجتمعية باللقاحات حتى نجرب نخفف أعداد الإصابات إنما نحنا لمسناها وشفناها بجرعتين يكون عندنا بالمستشفى عشرين مصاب من العشرين مصاب فيه واحد أخذ اللقاحين والتسعة عشر مش ملقاحين وهذا الواحد ما يعوز عينيه ويطلع على بيته طبعا الأرقام مشجعة هذا شيء لمسناه بالدراسات ولمسناه بالتطبيق تطبيقيا الأشخاص الملقاحين عم بتكون إصاباتهم طفيفة كيف إذا ضفنا عليهم جرعة معززة أشكرك جزيل أشكر دكتور جيربير الحلو الاستشاري في الأمراض المعدية والجرثمية كنت معنا مباشرة من بيروت اشتركوا في القناة